طبعا برأيي ستكون حكومة قوية لأن عدها مقاومات القوة يدعموها من دول الأقليم ويدعموها من الدول العظمى كذلك حكومة عدل عبد المهدي مو بهاي الدرجة ما أتى سيد عبد المهدي حتى كان هناك تأيد من قبل الدول الأقليمية وكذلك العظمى والداخل نعم بس مو بهاي الشكل ومو بهاي الدرجة ومو بهاي القوة وأيضا النواب همينها لازم يكونون إيد وحدة ويا الحكومة لأن شغلنا طبعا مراقبة السلطة التنفيذية مو نعاقبهم مو نخلي حجر ثغرات قدام عملهم لازم نساندهم حتى يقدمون أفضل خدمات للشعب العراقي وحتى ينقضون البلد والبلد ترى يعني على شفاء حفرة على وشك الانفجار يعني الشعب ما يتحمل أكثر من هذا الوضع ولهذا إذا هاي الحكومة ما كانت تتشكل كانت من الصعب جدا تتشكل بعد فترة أو يجيبون مرشح آخر لهذا كل القوة السياسية لازم يدعمون سيد الكاظبي حتى ينجح في مهامه ليس يسقطوا أو يفشلوا حتى يقدر يخدم الشعب يقدم خدمات يقدم القضاء على الفساد يحاكم الأشخاص اللي كانوا وراء استشهاد المتظاهرين يعني شفنا مجموعة من الملفات الحزينة وهذه الفترة في بغداد طيب